تتميز مصر بإنتاجها الحرفي الفريد الذي يعد عنصراً أساسياً في الصناعات الوطنية وتتميز كل محافظة بعدد من الحرف ومن بينها حرفة صناعة الحصير التي تتوارثها الأجيال إرث تاريخي تمتلكه مصر من السلع الحرفية والإبداعية فتعتبر الحرف اليدوية عنصراً أساسياً في الصناعات الوطنية وتتميز كل محافظة بعدد من الحرف التي تميز سكانها دائماً ما يعتمد فيها الصانع على مهاراته الفردية واليدوية ومن نبات السمر الذي ينمو على ضفاف نهر النيل بمختلف المدن الواقعة على مجاريه وترعيه تبدأ رحلة إحدى أقدم المهن التراثية وهي صناعة الحصير اليدوي بمحافظة البحيرة التي تقاوم الإنقراض ويعد محمد فوزي آخر حراس حرفة الحصير اليدوي التراثية في البحيرة حيث يعمل على تطويرها لتتحول إلى فن جديد بمهارات كبيرة حصل عليها من خلال ممارسة مهنة أجداده على مدار سنوات طويلة السمر بيطلح طبيعي رباني كده على الشط بتاع النيل زمان مصري كلها كدت بتزرعه لأنهم كانوا بفرشوا حصر دلوقتي ما عادوش بيهتموا بيه أنا بيجيبه بتعامل معاه بنجمعه الأول من الأرض بناخده نشره أسبوع وعشر أيام على السطح وبعد كده بنتعامل معاه بنتعامل معاه أطوال مجالسات اللي أنا عايزه ونجح فوزي في تطوير المهنة ليحول الحصير إلى لوحات فنية تعلق في عدد من البيوت والقصور في مختلف الدول العربية والأجنبية حيث يجمع نبات السمر ليحوله إلى لوحات وحصير للاستخدام المنزلي والفني ويحافظ على البيئة فوزي الذي يعرب عن استعداده لتدريب الشباب على حرفة الحصير اليدوي حصل على العديد من الجوائز وتم تكريمه عدة مرات فضلا عن وجود كتب تحكي قصته في الحفاظ على حرفة الحصير اليدوي التراثية دربت في وزارة السقافة دربت في مطروح دربت في مرسى عالم بحر الأحمر دربت في محافظة جينة دربت هنا في الأبعدية ونفسي الموضوع إحنا من التراث بنحافظ على تراث نفسي يتورس ويبنى فيهم اللي كنت مدرق ده تراث بلد لازم نحافظ عليه إذا إحنا مش غير نحافظ عليه من اللي نحافظ عليه ويسعى فوزي لتوريث الحرفة لعشرات المهتمين في مختلف ربوع مصر عبر وزارتي الثقافة والتنمية المحلية ويطالب بدمجها مع بعض الحرف الأخرى كفصول دراسية في المدارس وتفعيل مشروعه لكتاب المصحف على الحصير ليكون متحفا خاصا بنسخة فريدة من القرآن الكريم على الحصير اليدوي بعد مراجعتها من الأزهر الشريف ترجمة نانسي قنقر